بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم على supporting connective tissue نسيق الضام الدعامي أول حاجة نتكلم على cartilage الغضريف cartilage طب أقولنا عبارة عن semi-solid لأن ground substance أصبح semi-solid is a type of tissue that intermediate between loose connective tissue and bone يعني عندك loose connective tissue كان ground substance كان semi-fluid عشان كده قلنا ده مادة شبه سائلة لكن البون المادة الخلالية ground substance هنشوفها الوقتي هي عبارة بقت rigid طيب ما بين semi-fluid وما بين ال rigid يبقى في حلقة الواصل اللي ما بينهم يبقى اللي هو يبقى ده semi-fluid وده solid يبقى اللي في النص الحلقة اللي ما بينهم اللي هو السمي-fluid شبه السائل والcartilage بالنسبة للقوام يعني أو ال consistency ال found in the areas موجود في مساحات such as in the ears الاذن in the nose في الانف في الريبس في نهايات الضلوع ال ending of the ribs في الصم جونتس في المفاصل الكارتليج cells are called condorocyte condorocyte والحلقة المادة الخلالية اللي بدي ما موجودة مصنوعة من مادة اسمها condorotene sulfate بتبقى semi-solid تدد عامة في نفس الوقت flexible ما زالت مرنة يبقى الكارتليج اللي هي condorocyte cells lie in a cavities الخلالية في الحالية بتقع فيه التجويف بيسموها lacunae lacuna اللي هي المحفظة الواحدة كده داخل الخلية بتبقى موجودة الخلية بالشكل ده ده condorocyte وده separated by semi-solid but still flexible matrix خلاص الكارتليج لاكس direct blood supply ما فيش فيه يعني لو انا عند الكارتليج بالشكل ده لو انا اضعت في الكارتليج هنا ما يطلعش blood ليه ما يطلعش blood لان there is no blood inside the cartilage يبقى ده معنى الكارتليج لاكس direct blood supply but it heals so it heals very slowly عشان كده لما يحصل كسر فيه او دمج تحطين فيه الكارتليج يحصل له healing او شفاء بصعوبة ليه او ببطء يعني ليه لانا ما فيش فيه direct blood supply موجودة في النهايات موجودة على السطح بتاع الكارتليج بشكل ده وبالتالي يحصل diffusion بقى للمواد الرزائية والمواد اللي هو محتاجها في عملية healing فيتأخر الهيلنج شوية يبقى ليه لانا لاكس direct blood supply عكس مثلا البون عكس العظام الطيب سوف فيبر الهيلنج كارتليج او النوع خالص من الكارتليج الغضروف الزجاجي وده most abundant for ده اكتر نوع موجود نوع الثاني الاستيك كارتليج اللي هو الغضروف المرن وطالما قلنا مرن يبقى فيه على طول elastic fiber أكتر من الهيل white fiber نوع الثالث fiber وكارتليج اللي هو الغضروف اللي فيه وطالما قلت fiber يبقى لطول فيه الwhite fiber أكتر من elastic fiber نوع الثالث والهيلين cartilage it contains only very fine collagen fiber عليها في الكلاجين أولايلة and not visible so matrix is glossy or translucent شفاف يبقى ده الماتريكس فيه كمية أولايلة جدا من الكلاجين cartilage collagen fibers وده بيبقى translucent عشان كده بسموه الغضروف الزكاك فيه خلايا غضروفية كتيرة وكبيرة موجودة في ممكن تبقى خلايا واحدة كده او الخلايا دي ممكن تنقسم تبقى اتنين بالشكل ده او ممكن الاتنين دول ينقسموا يبقوا اربع خلايا بالشكل ده وفي الحالة دي ممكن مع زيت العمر ينقسموا تاني يبقى بسموها النست يعني عش من الخلايا طبعا موجود في نهايات العصم الطويلة تلاقي الجزء ده عبارة عن عبارة عن هايلاين كارتليج عشان كده بسموه يعني غضروف المفاصل النوز موجود في الانف التراكية الكصب الهوائية الحنقرة الشعب الهوائية و لما كان اول ما يتكونوا الجنين يبقى فيه الهيكل بتاعه عبارة عن عبارة عن هايلاين كارتليج بعد كده طبعا بيحصل الكارتليج ده احنا يحصل له تعظه بعد يحصل له يبقى يتحول كل العظام مع عادة طبعا الاماكن اللي فيها عملية التماثل والارتيكولار كارتليج النوع التاني ده الشكل طبعا بوضح لك بس زي الضلوع موجودة في نهايات العظام الضلوع طبعا ده اللي بتدي حرية للحركة بتاعت القفز الصدري بتاعك موجودة في طبعا في نهايات العظام الطويلة يعني موجودة في القصب الهوالية التراكية والبرونكا طبعا يدي سابورت ويدي اللاستيك كارتليج ده فيه طبعا اللاستيك فايبرز عشان كده ده وده موجود في في يعني في أسوان الأزن الموجودة في الخارج دي في لسان المزمار واليستاكين تيوب قناة استاكيوس بالشكل دات اللي فيه ألياف كده وتفرع كتيره كده ومرينة يبقى وده الكارتليج ولكنه موجود تبقى فيها السل الموجودة الفايبرو كارتليج بقى من اسمه بقى عطرا ما قلنا فايبرو يبقى فيه بالطارش ده ألياف موجودة بالشكل ده زي ما احنا اتفقنا الياف البيضاء تمشي في وتبقى وده الخلايا الموجودة في الخلايا الموجودة في بتبقى صلبة وبالتالي موجودة فين بقى في الأقراص ما بين الفقرات وبعضها العظمية وبعضها تلاقي فيه بينها في العمود الفقري باز بتوين الفرتيبري ده الباز اللي هي موجودة ما بين الفرتيبري وبعضها الفقرات موجود أيضا في اللي هي أقوى طبعا المفاصل مفاصل الرقبة وبالتالي يتحمل هو الضغط وبالتالي مصنوع من الفايبرو كارتليج ده different types ده الالاستيك وده الفايبرو كارتليج ودولتات أنواعه